بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نتكلم في سمكة البولتي ونوصل الكلام في الجهاز اتنافوسي طبعا كلامنا قبل كده في الجهاز الهضمي وقلنا بعد كده بعد الجهاز الهضمي كان فيه الماعدة والامعاء وكان فيه الطحال وكان جزء منفاصل فيه اتصل بجزء الفؤادي للماعدة بغشاب الريتوني كده صغير وكان فيه كيس بعد كده جزء كيس صغير يقع ما ايه بين القران الهضمية والكلة قولنا عليه ايه. قولنا عليه مسانة العوم او مسانة الغاز هو سمcksр blame blutter او air blutter او g please make blutter مكتول عليه air blutter يعني مسانة الهواء او مسانة الغاز او مسانة العوم المسانة العوم او الغاز kissr Wind blutter هو كيس طويل كده الرقيقة تنمو كجزء خارجي من القناة الغضمية ويظل هذا متصلا بواسطة القناة التنفسية يعني جزء كده من الممعاء أو ممكن يبقى موجود القناة السغيرة دي وده الكيس نفسه أو المسانة اللي هو هي قد يظل متصلا بها بواسطة القناة التنفسية والتي تفتح فيه السطح الظاهري لمنطقة البلعوم طيب يبقى الوقت المسانة اللعوم دي نشأت من اين نشأت من جزء من الجهاز الهضمي على النحاء الظاهريا مين للبلعوم ممكن في بعض القنوات بتبقى مقفولة في بعض القنوات بتظل مفتوحة وبالتالي هي اللي بتبدأ تملأ الجزء ده بالهواء بعضهم الأخر بقى مقفول وبقى فيه غدد معينة بتقوم هي بدخل الغاز داخل الكيس ده وجارة حجمه زي ما نشوف قد تبقى القناة التنفسية مفتوحة طوال فترة حياة السمكة ده بسموها إيه أسماك زاوات الأكياس المفتوحة اللي هو فيسس توماس ايه فيش أو ده يكون إيه مغلقة تغلق زي ما قلنا بل أسماك زاوات الأكياس الإيه المغلقة اللي يسموها فيسس كيليكسس ايه فيش يبقى أنا عندي نوعين إما تكون مفتوحة أو إيه مغلقة بعد كده مسانة العوم عادة أبارة عن إيه تجويف تجويف الجسم فوق القناة الهضمية زي ما احنا قلنا وتحت الكليته ده ما كان قد يكون الكيس طويل أو قصير أو مستقيم ومنحني بسيط أو منقسم إلى جزئين يتم إفراز الغاز إلى داخل مسانة العوم أو الغاز من الإيه من الدم المنطقة المفرزة للغاز توجد فيه الجدار الأمامي البطني من كيس الإيه من الكيس وتعرف اسم غدة الإيه الغاز جهاز جلند ويبطن هذه الغدة خلايا طلائية عمودية متعرجة خلاص فيها خلايا كده عمودية متعرجة بالشكل ده يبقى جزء الأمامي الجزء الأمامي ده للبطني للجدار المعدة هتلاقي فيه غدة الغاز اللي بتعمل إيه بتفرز الغاز وأسفل غدة الغاز توجد منطقة غنية بالأوعاية الدموية تسمى معضاء تشابك الدموي أو ريتي ميرابيل غدة الغاز والتشابك الدموي الاتنين دول مع بعض يطلق عليهم الجسم الأحمر يبقى الجزء الأمامي البطني بيسمى إيه بيسمى غدة الغاز بيدي بتعمل إيه بتفرز الغازات وتملى بيها إيه مسانية العوم عن أحيال البطنية برضو بس إيه الأمامية توجد إيه بعض التشابك يعني أسفلها كده بيدي بتشابك غنية بالأوعاية الدموية الاتنين مع بعض يبقى التشابك الدمو ريتي ميرابيل والجاز جلان الاتنين مع بعض يسموه الجسم الإيه الأحمر يمتص الغاز عن طريق الخلايا الطلاقية الموجودة في المنطقة الظهرية يبقى أن المنطقة البطنية يبقى سؤولة عن إفراز الغاز طب المسانة عايزة تقلل الغاز الموجود في المسانة اللي يمتص الغاز بقى هو بعض الخلايا الطلاقية الموجودة في الناحية في المنطقة الظهرية الخلفية لإيه المسانة الإيه العوم يبقى الناحية البطنية والناحية الظهرية الناحية البطنية بتفرز الغاز الناحية الظهرية بتمتص الغاز اللي فوق الناحية البطنية دي التشابك مع غدة الغاز يبقى بيسموه الجسم الأحمر بتشبكة اهو يبقى ده وده اسمه الجسم الأحمر لكن المنطقة الظهرية الموجودة في المسانة العوم دي تسمى الجسم البيضاوي يبقى هنا جسم بيضاوي وهنا جسم ايه أحمر الجسم الأحمر يفرز الغاز الجسم البيضاوي يمتص الغاز ده بالشكل زي ما انا قلت احنا لوان عندنا ده ده اللي هو فايسوس كليسست فيش اللي هي الاسماك زوائد المسانة المقفلة او الفايسوس توماس فيش اللي هي زوائد الاسماك اللي هي المفتوحة هتفضل القناعة موجودة ومفتوحة زي ما بالشكل ده الجزء احنا قلنا ايه النحية البطنية تقي نحية البطنية للمسانة العوم هتتقي الجزء ده الامام ده اسمه جاز جلان غودة الغاز وفي تشبك من عائد دموية زي ما انت شايف كده بيسموها ايه لاتنين مع دوليتها مرابل الاتنين دول مع بعض يسموه ايه يسموه ريد اه جلاند الغودة او الجسم الاحمر عن حيات زهرية للمسانة هتلاقي فيه الجزء اللي هو بسموه اه الجسم البيضاوي وهو اللي بيمتص الغاز لو انت بسيت على الوريد او الشريان اللي جاي للغودة طبعا فيها شريان وفيها وريد الشريان اللي جاي للجسم الاحمر ايه باسموه الشريان السلياقي المساريقي سيليوكو ميزينتريك ارتري هيطلع منها الوريد اللي طالع منه اللي هو الهباتيك بورتال فين طيب بالنحات الزهرية تلاقي فيه بستيرو الكاردينال فين الوريد الرئيسي الخلفي وده اللي هيغزي الجسم البيضاوي وبرضو اللي هيجيب الدم هيجيبه عن طريق الابهر الزهري بقى الابهر الزهري ده بنفسه هيطلع لك شريان صغيرة لجسم البيضاوي ويطلع الدم منه عن طريق الوريد الرئيسي الخلفي طب بالنسبة للجزء اللي تحت ده هيبقى فيه فرع من الاورطة اسمه شرين السلاق المساريقي هيطلع من النه الدم Пр呼 Ve بالنسبة للدم الشرياني الذي يصل لي بنوضحلك ان الدم الشرياني يصل الى الجسم الأحمر عن طريق شرين السلاق المساريقي فرع من الابهر الزهري واصل لجسم البيضاوي عن طريق الابهر الزهري نفسه زي ما احنا قلنا عشرين صغيرة منه لكن الدم بيترك الجسم الأحمر قلنا عن طريق الوريد الكبد البابي بينما يترك الجسم البيضاء وقلنا عن طريق الوريد الرئيسي الخلفي زي ما واضحت رسمها اللي قبل الجيد إفراز الغاز أو امتصاصه يقع عن تحت تأثير التحكم العصبي إمتى الغازات تفرز وإمتى تمتص طبعا بالتحكم عصبي فالجسم الأحمر مزود بفرع من العصب الحائر لعصب العاشر والفاجسنير والجسم البيضاوي مزود بفرع آخر مجهاز العصب السنبتاوي والسنبستيك نارب وبالتالي يبقى تحت تأثير الجهاز العصبي تقدر السمكة تتحكم في ضخ أو امتصاص الغازات الموجودة في المسانة العون ده الشكل اللي يوضح لك المسانة طب المسانة دي وظائفها من ضمن وظائف عملية للتزان الماء هادروستاتيس هادروستاتيك أو هيدروستيزيس عملية الاتزان الماء أهمية وظيفة أو أهم وظيفة من وظائف المسانة الغاز هي حفظ توازن السمكة هي بتسعير في عملية السمكة الأعلى والأسفل وتضع طبعا لا هي اللي يساير في حركة السمكة فوق الأسفل هي الزعانف لكن من اللي يحافظ على مستوى السمكة اللي هي وصلت له سواء كانت ارتفعت أو انخفضت هو المسانة العوم وبالتالي يبقى فعلاً بتحافظ على إنها تبدل متزنة في الماء كيس الهواء غير مناسب إنك تقول Air Bladder وبالتالي إما تقول Gas Bladder أو Swim Bladder حسنا نسبة الغاز ليه ما تقولش عليها Air Bladder ما تقولش Air لأن وجود غاز الأكسوجين ونيتروجين وسنوكسيدي الكربون في المسانة غير مشتشافها طبعاً نسبه بنسبة للموجود في الهواء الجو إلا إمتى عندما تكون السمكة قريبة من سطح الماء إبقى لو بصيت على تركيز الغازات الموجودة في المسانة هتلاقي تقريباً مشابهة لتركيزاتها في الهواء الجو ولكن نتغير هذه النسبة كلما تعمقنا لأسفل حيث تصل نسبة غاز الأكسوجين تقريباً إلى حوالي 90% قرب الألقاء عملية الإتزان برضو قلنا بيتم بإفراز أو امتصاص الغاز يمكن للسمكة أن تغير حجم إيه مسانة الإيه العوم وبالتالي تتغير كسافة الإيه السمكة بحيث يتلقى من مع كسافة الإيه الماء المحيط بها في عمق معين وبالتالي تحافظ على مكانها ومستواها في الماء لترفع والتنخبط هذا التعديل في كسافة السمكة ليس هو الأساس في حركة السمكة من سطح أقل كسافة إلى أكثر إيه أو عمق أكثر إيه كسافة أو العكس يعني من أقل الأعلى أو من أعلى الأقل ولكن بعد أن تغير السمكة العمق عن طريق العوم طبعاً يبقى إحنا قلنا زعان فيها لابن مسؤولة أنها تطلع لفوق أو تنخفض لإيه الأسفل وانس إنها وصلت لمستوى معين اللي حافظ على إن السمكة تفضل في مكانها تحافظ على وضعها الجديد بواسطة إيه مسانة العوم لنابط إيه بيتغير في كسافة إيه جسمها والدليل على ذلك أن بعض الأسماك اللي تعيش في عمق سابت يقل فيها كثيراً حجم مسانة إيه العوم وقد تختفي بالمسانة العوم تماماً في الأسماك اللي هي القاعية اللي هي دي مرسل فيش اللي هي أسماك اللي بنعيش على قاع اللي إيه المياه النقطة الثانية اللي هي بتساعد في عملية التنفس في حالة الأسماك الرئوية طبعاً فإن كيس الغاز ده يتطور ليكون تركيج يشبه الرئة طبعاً بسيط جداً من ناحية التركيب يرتفع في بعض المناطق ويعطي إنحناءات تحتوع في داخلها على إيه غرف بحيث تشبه الرئة إيه بسيطة وفي بعض الأسماك تستخدم مسانة الغاز كعضو تنفس إيه أضافي في حالة إيه أو في حالة خاصة حالة الظروف الغير ملأمة الأسماك الرئوية زي البروتو بيترس طبعاً قلنات إيه بتالأسماك لو المياه جفت من الحواليها هنا فبتفرز جميعاً كبيراً من المخط وجزء الماء الصغير ده وتبدل إيه للخارج كده بالشكل ده نتتنفس لو أقوي طبعاً عن طريق مسانة الغازلية في الحالة دي بقول عليها رئة عشان كده بقول عليها أسماك رائوية الرقم ثلاثة والوظيفة الأخيرة اللي هي إنتاج الصوت Sound Production Sound Production فأنا الأسماك ليست صامتة زي ما كان يعتقد طبعاً لكنها تقدر إيه أصوات من مسانة العوم في هذه الحالة بتعمل كمكبرات الصوت يعني الأسنان لما الأسنان كنت نلغيها البلعومية بالأضافة أنها كنت زي ما قلت لك أنها بتمسك الفريسة وتمنعها من الهرب لكن احتكاكها مع بعضها البعض يولد إيه الصوت عند حركة العظام مع بعضها هذه الصوت تصدر إيه بعض التموجات الصوتية بانقباض عضلاتها برضو يبقى إما يكون برضو أسنان احتكاك الأسنان مع بعضها أو التموجات العضلات لما يحصل انقباض العضلات تطلع إيه بعض الأمواك الصوتية سواء كان بقى الصوت طالع من احتكاك الإيه العظام أو من قباض العضلات بشكل أو بآخر فإن مسانة الغاز دي نفسها تعمل إيه كمكبر للصوت ولكن هي برضو هي نفسها برضو ممكن تصدر إيه أصوات يبقى عند صوت من أسنان أو من قباض العضلات أو من نفس الإيه المسانة نفسها زواد الأكياس الإيه المفتوحة طبعا عن طريق إيه التحكم في مرور وخروج الغاز داخل أو إيه المريء أو المسانة الغاز يعني نحن قلنا دي المسانة كده فيها إيه الحركة مرور وخروج الهوى ده داخل المسانة للمريء يومي ديك صوت طيب إفرد دي مقفولة يبقى الصوت بيبقى المسانة العوم دي تعمل كمكبر للصوت اللي هو جاي من الأسنان أو جاي من الإيه لبعض الإيه العضلات بعد كده فيه استقبال الصوت أو الضغط سوى المسانة الغاز تعمل كالغاز يمكنه الإنضغاط لذلك يمكنها الإحساس بتموجات في المياه سواء كانت موجات صوتية أو موجات نتيجة الضغط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته